الليرة التركية وقت هوت هوت الليرة التركية وسقطت سقوطا جديدا حيث وصلت الى سعر الدولار الليرة بالدولار بسبعة ليرة وثمانية وثلاثين بوين ثمانية وثلاثين الدولار او ابراهيم بيقول لي ده وصل الاربعين وصل الاربعين يبقى سبعة فاصل الاربعين اعلى نسبة ارتفاع لقيمة الدولار امام الليرة في التاريخ الاقتصاد التركي وصل الدولار الواحد بسبعة فاصل اربعين ليرة سبعة فاصل اربعين الدولار الواحد كان بكام السنة اللي فاتت تلاتة تلاتة ونوص اربعة وصل لكام لسبعة فاصل اربعين يعني زياد كم مرة رح سيبوها فاكره احنا عملنا في اربعة نوفمبر ستاشر تعويم سعر تحرير سعر الصرف تعويم الجنيه وكان باحداشر عشر اتناشر تمانية لغاية ما قلنا نحرره سعره الحقيقي وصل تمنتاشر وبعدين اعتدال سبعتاشر ستاشر النهار ده بخمستاشر ستاشر ده السعر الحقيقي بتاعه وتفرج الحق خراب في مصر الحق مصر هتفلس الحق مصر هتعمل والنتيجة الحمد لله عند استقرار مالي استقرار نقدي استقرار مصرفي عندي احتياطي عملات النقد الاجنابي عندي معدل تضخم عندي ارقامي الهجمة الشرسة اللي هجمها علينا اعلام الاهل الشر سواء الجزيرة او الاخوان او غيره لو احنا رجعناها تاني تراص تتحكوا عليهم وباحد بيحلف باغلز الايمان ان مصر هتفلس السنة الجاية واحد تاني بيحلف ان الدلار هيوصل 50 جنيه و200 جنيه واحد بيحلف كذا كذا هل سمعنا صوت احد من هؤلاء بيتحدث على انهيار سعر الليرة التركية ابدا مش انسمع قطر بتحقن جسد الاقتصاد التركي كل شواء بمليارات يعني الدهم 15 مليار والدهم قبل كده 12 مليار وخدوا من ليبيا 12 مليار يعني دخل خزان التركية حوالي 60 مليار دولار تخيلوا دولة زي مصر بقالها 3-4 سنين بتستلف 12 مليار دولار من السندونات الدولي وعملنا اجراء التقشفية ايه لاخره بنعتمد على نفسنا تركيا خدت من قطر ومن ليبيا بس حوالي 60 مليار دولار 60 مليار دولار ورغم ذلك الليرة التركية انهارت وصلت الى هذا السعر 7.40 لأول مرة في تاريخ الاقتصاد التركي والعجز في الموازنة وصل 4 مليار دولار واللي بيدير المنظومة هو صهر اردوغان بيراط البيرق لم نسمع في يوم ما هجوم على الاقتصاد التركي من هؤلاء لم نسمع هجوم على الليرة التركية من هؤلاء لم نسمع سخرية على الليرة التركية من هؤلاء لم نسمع هجوم على بيراط البيرق وانه صهر اردوغان هو الذي خرب الاقتصاد التركي من هؤلاء إذن لما أنت تشوف الصورة مبعيد ليه بيهجموك دايما 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 دنبار إحنا فتحين افتتاح الرئيس لمتر الأنفاء يعني مشروع وطرق وشغل برضو ترياءة نفتح خناة السويس يشتغل ترياءة نعمل قاعدة عسكرية يشتغل ترياءة نقول إحنا جاهزين للدفاع ترياءة الفكرة والهدف الأساسي لهؤلاء بيقوموا بدور الدور الأساسي خفض الروح المعنوية لحضرتك والحضرتك هو لما يخفض روحك المعنوية وروحك المعنوية يبقى دا دوره بيقبض عليه فلوس لذلك احنا بنقاوم هؤلاء وبنحارب هؤلاء وبنقول إنه اوعد صدقه لأنه كذاب اوعد صدقه لأنه خاين اوعد صدقه لأنه عميل لأنه هدف الأساسي هو إسقاطك في بحيرة من الإحباط وتصل لدرجة الاكتئاب والحقيقة انظر إليها بعيدا عن كل هذه الخزعبلات هتجد إن اقتصادهم منهار هتجد إن روحهم المعنوية منهار